الحرب ضد سوريا منذ 12 عاماً لم تتردد إيران في الوقوف إلى جانب سوريا بالرغم من التهديدات والمغريات أيضاً ولم تتردد في تقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي بل قدمت دماء لم يخجل رئيس النظام السوري من تقديم فروض الولاء والطاعة للرئيس الإيراني أمام الكاميرات فالرجل يشعر بدين في رقبته باتجاه طهران التي كانت سبباً في بقائه على رأس عمله وكيلاً لها في سوريا على الجانب الآخر فإن الملف الاقتصادي حضر بقوة في أجندة إبراهيم رئيسي على طاولة لقائه بالأسد في دمشق فرئيس الذي تعاني بلاده من أزمة اقتصادية خانقة إثر العقوبات الغربية المتتالية على طهران في خطة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم الذي ترعاه إيران وجد رئيس ملاذه في دمشق حديقة بلاده الخلفية للهروب من العقوبات الغربية الرئيس الإيراني وصل إلى دمشق وفي حقيبته عدد من الاتفاقيات الاقتصادية على الأسد فقط أن يوقعها هو وزراؤه لكن الملاحظ أن هذه الاتفاقيات حملت وسم التعاون الاستراتيجي الشامل طويل الأمد ما يعني أن إيران التي ترى في سوريا الأسد عاصمة ثانية لها تؤكد وجودها باتفاقيات يصعب الانفكاك منها حتى ولو رحل حليفها اتفاقات رئيس التي وقع عليها الأسد تتضمن قطاعات الكهرباء والنفط والفوسفات ومن غير المستبعد إحياء الاتفاقات السابقة التي لم تنفذ مثل اتفاق أحداث مصرف إيراني في سوريا أو منح طهران استثمار الشبكة الثالثة للهاتف المحمول وكلها قطاعات مهمة وحساسة تأتي بتزام مع التطبيع العربي مع نظام الأسد وأمل الأخير في دخول بلاده مرحلة إعادة الأعمار بأموال العرب المطبعين يرى المراقبون أن تصريح رئيسي أثناء زيارته لدمشق بأن ما جرى في سوريا بأنه انتصار للأسد رغم التهديدات والعقوبات إنما هو في الأصل انتصار لبلاده التي استطاعت أن تدعم الأسد بالرجال والسلاح ليبقى رغم الثورة والعقوبات ما يعني أن الرجل قصد أنه على بشار أن يدفع ثمن ما قدم الطهران حتى ولو على المدى الاستراتيجي الذي وصفت به الاتفاقيات التي وقعها الأسد